بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الاعزاء نستكمل معا ماشين المنتس ديزاين وان شابتر ايت اللي بيتكلم عن السكروت جوينتس وبنشوف اهم المميزات اولا السكروت جوينتس بتصنف على ان هي من الوصلات اللي هي القابلة لعملية الفصل والوصل ودي طبعا اهم ما يميزها عن باقي الوصلات ان انا ممكن استخدمها مرارا وتكرارا في عملية الفصل والوصل المميزات بتاعتنا اول حاجة سكروت جوينتس ار هايلي ريلايابل ان اوبريشن يعني ممكن انها يعتمد عليها في الخدمة او في الاستخدام بشكل كبير تاني حاجة سكروت جوينتس ار كونفينيينت تود اسمبل ان ديس اسمبل ممكن احنا نستخدمها في عملية التجمية وفي عملية الفك بشكل متكرر رقم تلاتة او ويد رينج اوف سكروت جوينتس عندي كمية منوعة كبيرة جدا من الوصلات او من السكروز او من المسامير بتاعت القلاؤوز ممكن انا اوظفها طبقا للاغراض شتى او اغراض مختلفة تمانها رخيص جدا ليه لان هي بتنتج بشكل ستاندرد او بشكل نمطي في عمليات التصنيع فبالتالي بيقلل من التكلفة بتاعتها او اهم العيوب عندي في وصلات القلاؤوز هو السترس اللي بيقع على ثريدد بورشن على الاسنان بتاعت القلاؤوز ثريد ترمينولوجي او المصالحات اللي احنا بنستخدمها في القلاؤوز اول حاجة الماجور ديامتر وده the largest diameter of an external or internal screw thread القطر الاكبر ليه الاكسترنال يعني من القمة هنا للقمة هنا ده الماجور ديامتر او من القاع هنا للقاع هنا القطر الكبير الماجور ديامتر هو من القاع هنا الى القاع هنا او من القمة هنا للقمة هنا ده الماجور ديامتر the smallest diameter of an external or internal screw thread البيتش ديامتر هو قطر وهمي بيتوسط الاثنين theoretical diameter between the measure and the minor diameter فالبيتش ديامتر هو قطر بيتوسط الاثنين وهو ده اللي انا بستخدمه في عمليات الحسابية الخاصة بالقلاؤوز النقطة اللي بعد كده اللي هو البيتش او الخطوة the distance from a point on one thread to the corresponding point on the next يعني لو انا اخدت مثلا من القمة للقمة يبقى ده بسميه البيتش او من القاع للقاع الليد اللي هو مقدار التقدم واحنا قلنا قبل كده ان مقدار التقدم ده في single thread بيساوي البيتش وفي double thread بيساوي الضعف البيتش وهكذا الليد اللي هو عبارة عن ايه the distance between two corresponding points on the same helix او بمعنى اخر او بالتفسير اوضح انه لما لف المصمار القلاؤوز لفة واحدة قد ايه بيتقدم في اتجاه المحور بتاعه هو ده معنى كلمة الليد الكريست اللي هو القمة the top surface of the thread اللي هو ده بيشاوي طبعا قمة السنة الروت اللي هو القاع بتاع السنة the bottom surface created by the two adjacent flanks اللي هو القاع بتاع السنة اللي هو ده the depth اللي هو بيمثل العمق بتاع السنة the perpendicular distance between the crest and root اللي هي المسافة الرأسية مبين القمة والقاع الفلانك اللي هو الوجه بتاع السنة the surface joining the crest and root الوجه اللي هو بيجمع مبين القمة والروت the angle of thread او زاوية القلاؤوز وده اهم شيء بيميز الانواع المختلفة للقلاؤوز اللي هو الزاوية بتاع القلاؤوز وده بحصورة مبين two adjacent flanks the slope او الميل بتاع السنة هو المسافة الافقية مبين القمة والقاع وبيمثل طبعا نصف البتش او الخطوة بنكتفي بهذا القدر ونستكمل فيه الدرس القادم ان شاء الله موسيقى